السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندنا برغر لكن برغر بطريقة مختلفة برغر على الفحم عندي هنا لحمة 15% دهون حطيت عليها بصل أخضر وحطيت عليها توابل ممكن تضيف عليها فلفل أشود وحطيت عليها ملح وبعدين حركتها وخليتها على شكل لحمة جاهزة للبرغر حطيتها على شكل كرة وسويت لها سماش ورق زبدة فردتها ودائما خلي اللحمة تاخذ ذراحتها لأنها تصغر يا صغر حجم اللحمة إذا حطيناها على النار الآن اللحمة عندنا جاهزة حمصت الخوز على الفحم طبعا ما يطول كذا لأنه خطر أنه يحترق معاك على طول نشيله بعدين أضفت اللحمة مثل ما قلت دائما اللحمة نحاول نكبرها عشان مع الحرارة هي تكمش مثل ما راح تشوفون بعد شوي لو تلاحظ معايا الآن شوف اللحمة بدت تصغر طبعا هذا تصوير سريع تايم لابس عشان تكون على كامل محيط خبزة البرقر استخدمت صوص اللي هو صوص الرب هذا الصوص استخدمته ودهنت فيه البرقر كأول تجربة شي جديد يعني طلع فعلا فعلا لذيذ وأحلى شيء أنك تجربة لما يكون على فحم بحيث أنه ما يكون ملاصق للصاج زي كذا الآن طلع معايا مرة نتيجته ممتازة لما انقلبت برضه نفس الشيء حطيت السوس هذا ضبط معايا طلع فعلا نكتها لذيذة حطيت طبعا الجبن الآن ونتركه شوي لمن الجبن يذوب الآن أضفت الماينيز الياباني هذا المشهور تحصلون في البقالات الكورية واليابانية في السعودية كتشب الآن أضفت اللحمة تقريبا والجبنة والصوص كله هذا البرقر عندكم جاهز ما أضفت عليه سلطة قلت حبيت أنه أستمتع بطعم اللحمة قصيتها وزي ما تشوف الشكل لذيذ فعلا 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 شيء يستحق التجربة طبعا السر في الموضوع هي إيش إضافة البصل الأخضر على اللحمة البصل الأخضر ما يكون كثير فقط نكهة خفيفة ومثل ما تشوفون شيء يستحق التجربة نظر العصارة معي كيف وبالهنة والعافية عليكم